برحب بيكي هبة السويدي بئيس مجلس أماناء مؤسسة أهل مصر ومستشفى أهل مصر بنا يخليك هبة السويدي في حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها عن أنشطتها وعن اهتمامتها إنما احنا النهاردة نتكلم بالتحديد عن مستشفى أهل مصر بعد حدثة كبيرة جدا زي حدثة القطر طبعا أنا عايزة أختيك الأول كده احنا أهل مصر بدأت الأول بإيه حدثة أيني اللي دخل أهل مصر أصلا خلالنا ندخل في مجال الحروق الأول خالص عبارة عن شامعة شامعة ولعت في سبوع بنت ولعت السرير في السبوع البنت كلها ولعت للأسف فدي كانت البداية في الأول خالص ابتدينا ندور وقتها حد يكلمني ابتدي دور على سرير عشان لقد ندخل الطفلة فيه للأسف على ما لقينا مكان فاضي كانت البنت توفت طبعا أنا عارفة حدثة محطة مصر كانت قصية جدا على المصريين والناس أول مرة يشوفوا ناس بتولع قدامهم وحالات بتولع طبعا بس أنا عايز أقولك أن الحادثة حصلت إحنا مجرد بعد الحادثة دي الخميس جمعة سابت جلنا 11 حالة من همش دعوا بالحادثة دي خالص ومن ساعة الحادثة لغاية النهاردة تحول على أهل مصر 40 حالة حرق فالحادثة بالنسبة لنا يمكن الناس أول مرة تشوفها في التلفزيون وتبقى قصية قدامهم بس ده اللي احنا بنشوفه كل يوم في المؤسسة حالات الحروق متتعددة الأسباب من أول الزيت المغل من شربة المغلية اللي بتموت الأطفال وبالذات الطفل صغير بيجيلوا الأنبوبت البتجاز مسك كهرباء يعني أسباب متعددة طبعا الماية النهار اللي بتترمي بسبب العنف فالحالات دي بتجلنا كل يوم بنشوفها كل يوم مصر في أماكن يعني جوه المستشفيات سرية للعلاج الحروق بس ما فيش مكان متخصص لعلاج الحروق في مصر لغاية دلوقتي وعدد سرية العناية المركزة المتوفرة بالنسبة لهم مش كفاية لأنه مريض الحرق بيبقى محتاج أنه يقعد جوه سرية العناية المركزة من شهر لثلاث شهور فبالتالي ومكلف جدا في العناية مش سير عادي لا لا في العناية وبأوقات بيضطر يعودوا بالشهر والشهرين في غرفة تعزل تماما ما قدرواش يشوفوا فيها حد خالص غير الدكتور والتمريض فبالتالي ما فيش أماكن كفاية الأعداد عالية جدا ما فيش أماكن كفاية لاستقبالهم والأماكن الموجودة مليانة على طول نحن بنعجز أن نحن أوقات نلاقي سرير فاضي للحالات وده اللي خلانا فانحنا نتوجه نحن نعمل مستشفى متخصص في الحوادث والحروق عشان نقدر نخدم أكبر عدد ممكن من الحالات دي عشان ننقص حياتهم من الموت أصلا لأنه للأسف أنت عندك حالات بتموت أول ست ساعات بسبب أنه ممكن ما يلاقوهش مكان متوفر أنهما يدخلوا فيه فنسبة الوفيات فيهم بتبقى عالية واللي بيحزني أنا شخصيا أنه هو أوقات ما بيموتش بسبب الحرق هو أوقات بيموت بسبب أنه ممكن يجيلوا عدوى لأنه بيبقى محروق في جسم كله معرض لأي عدوى بيموت بسبب ممكن يحصل له جفاف على ما حتلاقي سرير فاضي هتلاقي أن الشخص ده توفى بذات لو طفل بيحصل له جفاف فبيتوفى فدورنا أن ننقذ أرواح الناس دي أن هي تعيش الأول وبعد كده بقى بنكمل معهم الوشوار أدرا فهم سيدها بسويت اللي بتتكلم عن الإنقاذ الجسد والإنقاذ المعنوي أي طفلة أو طفلة أو فتاة قادر روح أنه حتى لو صح من الحريق أو خف منه إنما أثار تشوه الحريق ممكن تأذيه نفسيا طول العمر ففي نهاية برضو مستشفى متخصص بيتعامل مع الجزئية دي شكرا